الأوساط الأمريكية وجدت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط قام بتحريك خطوط الحرب وخطوط المعركة بشكل خطير للغاية تجاه إيران وهذا كله جاء بتفاصيل من ذا نيويوركر يوم أمس التي وجدت بشكل واضح أن الأمور ستزداد سوءا في الفترة القادمة وذلك بسبب تغير المزاج لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فهي وجدت أن قبل 18 شهرا كان الرئيس الأمريكي يتحدث بالخروج من الحروب الفوضوية إذا كانت في الشرق الأوسط أو في أي دولة أخرى وبالتالي هو طبق هذا الأمر بالفعل وانسحب من أفغانستان كذلك غير واضع القوات الأمريكية الموجودة في العراق إلى قوات تدريبية واستشارية وسحب القوات القتالية سحب منظومات الباتريوت من المملكة العربية السعودية بعض المنظومات الباتريوت للقوات الأمريكية من العراق وكذلك في نفس الوقت هو قام بعملية وبدأت تصدر كلاما ويصدر كلاما كبيرا بأن القوات الأمريكية أيضا ستنسحب من الشرق الأوسط ولكن ذا نيويوركر الآن تقول بأن الأمور قد تغيرت والرئيس الأمريكي فجأة عاد إلى الشرق الأوسط وتوجه مباشرة إلى المملكة العربية السعودية وحضر إلى جدة وبدأ الكلام يبدو كبيرا جدا عن نيتو عربي ونيتو شرق أوسطي موجه ضد إيران بل إنه تعهد خلال الأربعة أيام التي زار فيها الشرق الأوسط بمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية حتى وإن استدعى ذلك عملية عسكرية بحسب اللغة الواضحة تماما من بيانات الرسمية حتى صدرت من البيت الأبيض بنفسه وهو طبعا وقع على هذه الأمور وتعهد حتى في المملكة العربية السعودية عن هذا الأمر بالإضافة إلى أنه قال بأننا لن نسمح من قمة جدة لن نسمح لروسيا ولا للصين ولا لإيران بملء الفراغ في هذه المنطقة وبالتالي نحن موجودون لن نخرج من هذه المنطقة وهذا أصبح واضحا بالنسبة لذي نيويوركر بأن الأمور أصبحت خطيرة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية والخطوط الحرب وخطوط المعركة أصبحت كبيرة جدا وهذا الأمر أساسا هو فعلا قد استفز إيران مباشرة في الخامس عشر مثلا على سبيل المثال من يوليو أي نفس اليوم الذي وصل به الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية مباشرة إيران أعلنت بهذا الشكل عن أول فرقة بحرية حربية تطلق منها الطائرات المسيرة بهذا الشكل كما تشاهدون تقنيات جديدة وإمكانيات جديدة في المحيطة الهنديبة لأن تقارير الإيرانية التي جاءت تحدثت بأن السفن الإيرانية قادرة على حمل خمسين طائر مسيرة بين مفخخة بين قاصفة وحتى غواصات كما ترون في تهديد واضح وفي توقيت مثير للغاية من قبل الإيرانيين عن طبيعة ما ممكن أن يكون موجها ضدهم خاصة وأن إيران هي قد تمتلك سيطرة كبيرة على عملية إغلاق مضيق هرمز الذي تمر طبعا منه 20% من التجارة العالمية بشكل عام هذه المسألة هي جعلت طبعا الإيرانيين أيضا أن ينزعجوا ليس على المستوى العسكري بل حتى على مستوى الصحافة وكما ترون هنا بهذا الشكل وباللغة الفارسية وضحوا بأنها مؤامرة الصحراء هذا ما هو قادم ضد إيران في إشارة إلى زيارته طبعا إلى الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية وهذا الأمر طبعا بكل تأكيد جعل أشخاص مهمين مثل بروس رايدال هذا الرجل هو كان ضابطا في السي آي اي وكان أيضا يعمل كضابط في البنتاجون في وزارة الدفاع الأمريكية الرجل وضح ليذا نيوركر خطر الأمور وكيف أن السياسة الأمريكية الآن بعد هذه زيارة الأمريكية والتحركات الأمريكية في الشرق الأوسط ممكن أن تذهب بعيدا في الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية الخارجية وقال الآتي رحلة بايدن أخذت السياسة الأمريكية والشرق الأوسط في اتجاه أكثر خطورة كلاهما الآن على منحدر زلق الحرب مع إيران ستكون أكبر بثلاث أو أربع مرات وأكثر فتكا من الحرب مع العراق بشكل عام الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي تواجه عددا من المشاكل هذه الزيارة هي خلقت مشاكلا للرئيس الأمريكي جو بايدن وهو مصطر على هذه المشاكل أولى هذه المشاكل عند زيارة المملكة العربية السعودية كان من المفترض أن نسمع شيئا عن النيتو العربي أو النيتو الشرق أوسطي ولكن وزير الخارجية السعودي كان واضحا بأن ليس هناك أي نقاشات بين دول المنطقة عن مسألة أي نيتو ولم تكن ولم يكن هناك ولم تكن هناك أي لغة تجاه هذا الموضوع نهائيا وبالتالي لا نيتو باختصار بالإضافة إلى ذلك أن الدول الموجودة في المملكة العربية السعودية تحديدا في قمة جدة لم يصرحوا بشكل سيء أو منتقد للروس أو الصين والتدخلات التي يقومون بها في منطقة الشرق الأوسط الوحيد الذي تحدث ضد روسيا وضد الصين هو الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمر الأكثر إثارة هو ما ساعدت به المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قال بأننا سنصدر وسنزيد تصدير النفط بـ 13 مليون برميل في اليوم الواحد وهو أمر طبعا ليس بالجديد بالنسبة لمحمد بن سلمان أبدا هو قالها أساسا في السابق وعاد لتأكيدها ليس هناك شيئا جديدا وأساسا بحسب التقارير تتحدث بأن المملكة العربية السعودية الآن تصدر 11 مليون برميل في اليوم الواحد وبالتالي ليس هناك فرقا كبيرا بل أن الإمارات العربية المتحدة لم يأتي منها شيئا ولم يأتي أساسا من أي دولة خليجية أو عربية أي نوع من المساعدة في عملية زيادة إنتاج النفط أو ضخ النفط في أسواق النفط من أجل تخفيض الأسعار وتخفيف طبعا المشاكل التي يعاني منها العالم على مستوى الطاقة وهذه القضية هي تعتبر مشكلة حقيقية للرئيس الأمريكي جو بايدن ولكن الإدارة الأمريكية هي تعلم بهذا الأمر حيث أن جيك سولوفن مستشار الأمن القومي الأمريكي قال نحن نعلم تماما أن المملكة العربية السعودية لا نتوقع منها الكثير في هذه المسألة أو ضخ المزيد من النفط أبدا نحن نعلم بهذا الأمر ولكن علينا أن ننتظر اجتماع الأوبتك بلاس القادم متى هذا الاجتماع؟ هذا الاجتماع سيكون في أغسطس القادم تحديدا في الثالث من أغسطس أي الشهر القادم سيكون هذا الاجتماع حاضرا وطبعا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتبر جزءا مهم من هذه القضية لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن أكبر الفائض وأكثر دولتين تمتلك الفائض في أوبيك بلاس هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهذا الفائض ممكن أن يكون مفيدا ليس فقط للرئيس الأمريكي جو بايدن والولايات المتحدة الأمريكية بل لإقتصاد العالم ولإقتصاد أوروبا بشكل عام إذا ما استخدموا هذا الفائض في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننسى بأن ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان قال لن نصدر أكثر من 13 مليون برميل في اليوم الواحد وهذا يوضح تماما بأن الأمور ليس فيها الكثير من الأخبار الجيدة للإدارة الأمريكية حيث أن الإدارة الأمريكية يجب أن لا ننسى بأن في أبريل الماضي استدعى الرئيس الأمريكي جو بايدن 180 مليون برميل طبعا قادمة مباشرة من الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكي وبدأ يستخدم مليون برميل في اليوم الواحد من أجل مساعدة أسعار الطاقة من أجل محاولة التخفيف من أزمة الطاقة والتضخم ولكن لا زال التضخم يرتفع ويرتفع في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حالة عدم تحقيق شيء في أغسطس فهذا يعني لم يتبقى للرئيس الأمريكي جو بايدن إلا شهرا واحدا على سبتمبر وبالتالي هو يعتبر نهاية هذا الاحتياطية الاستراتيجية الذي يمتلكه ويجب أن يستدعي المزيد من الاحتياطية الاستراتيجية في ظل هذه الوضعية وبالتالي ضغط كبير جدا اقتصادي على الرئيس الأمريكي إلى درجة أن الأوساط الأمريكية مثل نيويورك تايمز أو حتى الواشنطن بوست على سبيل المثال وجدت أن الأسبوع الماضي الذي طبعا جزء كبير منه كان الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط كان هو الأسوأ على الرجل ووجدوا بأن الديمقراطيين فعلا سيعانون كثيرا في نوفمبر القادم ونتحدث عن الانتخابات التي ستكون في الكونغرس الأمريكي النيوزويك الأمريكية يوم أمس أيضا قد وجدت بأن الجمهورين يمتلكون حظوظا كبيرا في الكونغرس الأمريكي بل أنهم سيدفعون مباشرة إلى عملية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن لأهداف كثيرة للغاية لماذا من الممكن هذا أن يحدث؟ يجب أن نفهم قضية بأن في نوفمبر القادم في الكونغرس الأمريكي ستكون هناك انتخابات لمجلس النواب الأمريكي ولمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا في ظل هذه الظروف وإذا استمرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعدم يضخ المزيد من الطاقة واجتماع أوبيك بلاس لم ينتج بالأمور وبالأهداف التي تهدف إليها الإدارة الأمريكية واستمرت الحرب الروسية في أوكرانيا فهذا يعني بين الرئيس الأمريكي في مشكلة حقيقية لأن المصادقة على الرئيس أو رضا الشعب الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن هي انخفضت إلى 33% بحسب آخر إحصائية قادمة من النيويورك تايمز التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قد ارتفع إلى 9.1% وهذه الأرقام ممكن أن تتفاقم في ظل هذه المعادلة التي نذكرها وعلى هذا الأساس النيوزويك وحتى الواشنطن بوست الأمريكية رشحت بأن الحزب الجمهوري لن يفوز فقط في الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي بل أنه مرشح أيضا للسيطرة بالأغلبية على مجلس الشيوخ الأمريكي وبالتالي سيطر تماما على الكونغرس الأمريكي وهذا يعني بحسب النيوزويك الأمريكية بأن الحزب الجمهوري سيهدف إلى عملية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب العديد من القضايا واحدة من القضايا هي متعلقة بابنه هونتر لمشاكل كثيرة جدا تتحدث عنها الأوساط الأمريكية أو حتى في مسألة هي مرتبطة بالانسحاب من أفغانستان سيهدفون على عملية المصادقة على هذا الأمر في مجلس النواب والمصادقة في مجلس الشيوخ ولكن في مجلس الشيوخ يحتاجون طبعا إلى الثلثين في هذه المسألة أو الثلثين طبعا من أجل التصويت في هذه المسألة قد تكون الأمور صعبة في مجلس الشيوخ الأمريكي ولكن كذلك هناك سيناريو أيضا يجب أن ننتبه إليه أن أخذ الحزب الجمهوري للكونغرس الأمريكي بالتمام والكمال فقد يعني في عام 2024 أن الرئيس الأمريكي لن يتمكن من ترشيح نفسه بحسب النيوزويك الأمريكية وأن يجب على الحزب الديمقراطي إيجاد بديل للرئيس الأمريكي جو بايدن أفضل هذه السيناريوهات للرئيس الأمريكي جو بايدن هو أن يسيطر الحزب الجمهوري على مجلس النواب الأمريكي ويبقى مسيطرا الحزب الديمقراطي على مجلس الشيوخ الأمريكي وبالتالي هنا عملية عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تأتي بطريق أبدا كلما يحاولون هذا الأمر في مجلس النواب سيتوقف في مجلس الشيوخ الأمريكي وهذه طبعا ستعتبر نقطة مهمة جدا ستبحث وسيبحث عنها الحزب الجمهوري الأمريكي إلى وهي تسجيل النقاط ضد بايدن أي بما معنى نحاول مرة ونحاول مرتين ونحاول ثلاث مرات كما حاولتم بعملية عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبالتالي يسجلون عليه مرات للعزل محاولات كثيرة من أجل إحراجه في الانتخابات القادمة في عام 2024 وبالتالي هناك حسابات كثيرة ستنعكس بالضد على الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي لم تحل مشاكل الطاقة إذا كانت هي قادمة بعدم تعاون الخليج العربي بشكل عام أو حتى توقفت الحرب في روسيا بأي شكل من الأشكال وواحدة كذلك من المشاكل التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن هي ما يحدث في إيران مباشرة فواحدة من الحلول المطروحة طبعا للإدارة الأمريكية دعنا نعود للاتفاق النووي لا قنبلة نووية نستفيد من الطاقة الإيرانية وكل هذا التوتر والنيتو وقصص الطاقة ستحل بشكل أسهل ولكن المشكلة أن هناك تفاصيل جديدة قد تحدثت عنها صحيفة الشرق الأوسط هي وضحت بتسريبات مثيرة للغاية قادمة من مسؤولين غربيين تحديدا من باريس هم الذين تحدثوا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى طريق مغلق بل سربت عن طبيعة التنازلات الأمريكية التي تمت في هذه المفاوضات النووية وما كشفته هنا الشرق الأوسط عن طريق هذه التسريبات الحصرية التي طبعا نشرتها وتحدثت عنها بأن الإدارة الأمريكية قدمت تنازلين لإيران من أجل إنجاح الاتفاق النووي بالتمام والكمال وهي أولا الاستغناء عن مسألة الضغط في الصواريخ الباليستية طور يا إيران صواريخك الباليستية كما تريدين لن يكون هناك ضغطا ولن يكون هناك اتفاقا ضغطا في هذه المسألة نهائيا وكذلك الأمر الآخر والمثير انطلق يا إيران في سياساتك الإقليمية عن طريق فصائلك المسلحة ولن تطلب منك الإدارة الأمريكية أو الكونغرس الأمريكي بعدم التعاون مع الفصائل المسلحة نحن لن نتحدث بهذا الأمر في الفصائل في العراق أو في سوريا أو حزب الله أو الحوثيين أو الصواريخ الباليستية ولكن نرجو منك العودة للاتفاقية النووية وأن لا تصلي إلى القنبلة النووية وعلى هذا الأساس المسؤولين الغربيين الذين صرحوا ونشرت الشرق الأوسط هذه التفاصيل قالت بشكل واضح بأن هذه المسألة هي الصفقة الأخيرة وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع التقديم أكثر من هذا العرض وأن هذا العرض لا زال مطروحا على الطاولة لإيران من أجل العودة إليه ولكن إيران تضغط بشكل أكبر وتطلب 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 والمشكلة الأخرى القادمة على الولايات المتحدة الأمريكية هي قادمة من روسيا في التاسع عشر من يوليو القادم هناك زيارة مهمة جدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيران سيكون رجب طيب أردوغان موجودا الرئيس التركي في إيران بشكل مباشر وكذلك طبعا إبراهيم رئيسي قمة كبيرة جدا ثلاثية مرتقبة البعض يعتقد بأنها وحتى الولستريت جيرنل اليوم تحدثت عن طبيعة هذه القمة بأن الرئيس الروسي يبحث عن زيادة وتقوية النفوذ والعلاقة مع إيران وحتى مع تركيا والاستمرار في النفوذ في الشرق الأوسط علينا لا نسى أن روسيا هي موجودة في سوريا في البحر المتوسط ولا زالت تمتلك نفوذا كبيرا جدا وحليفا كبيرا ومهما وهو النظام السوري بشكل مباشر كذلك أنها تمتلك وأنا أمتلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أمتلك سوريا أمتلك كذلك علاقة واتفاقية مهمة جدا مع إيران وهي وطيدة للغاية وكذلك أنا أمتلك علاقات مع الخليج كبيرة للغاية إذا كانت مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة وكذلك أنا أمتلك علاقات شركات للطاقة هي موجودة وتعمل بشكل كبير ومكثف في العراق فما الذي ستفعله يا بايدن تجاه هذا النفوذ وبالتالي واضح جدا أن هناك نفوذ كبيرا تعمل عليه روسيا وليس هذا فحسب بل أن روسيا أيضا تتقدم وتتقدم في إقليم دونباس هذا الأمر يكاد لا ينتهي في ظل هذه الضغوط التي نتحدث عنها التي تتعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية روسيا مستمرة في عملياتها هنا كما ترون شرق أوكرانيا وهذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس هذه الحدود الفاصلة بين لوغانسك وبين دانيتك القوات الروسية لديها تطور كبير جدا في الأربعة وعشرين ساعة الماضية هي سيطرة طبعا على لوغانسك مئة بالمئة وهي تضغط بهذه الاتجاهات بهذا الشكل التقريبي الذي ترونه من أجل السيطرة على سلوفيانسك وكذلك على كراماتورسك إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة تحديدا لنرى طبيعة هذه التطورات الروسية التي تأتي إلى شرق أوكرانيا بالاقتراب من هذه المنطقة التي تلاحظونها بهذا الاتجاه طبعا هنا كما تلاحظون القوات الروسية الأوكرانية لا زالت موجودة في سلوفيانسك في كراماتورسك كانت متواجدة في سيفرسك وكانت موجودة كذلك في سوليدار وفي باخموت وكانت تشكل خطوطا دفاعية بهذا الشكل كل شيء تغير في الأيام الماضية السابقة طبعا في الأربعة أو الخمسة أيام الماضية تمكنت القوات الروسية فعلا من السيطرة على سيفرسك وسيطرت على المدينة وتمكنت كذلك من التقدم والسيطرة على سوليدار والآن هناك تقدما وكان هناك تقدما يأتي بهذا الاتجاه في الفترة السابقة الآن التقدم الجديد الذي يأتي هو يأتي من جنوب باخموت يريدون السيطرة على باخموت وللبدء بالضغط على هذه المناطق هناك كذلك ضغطا يأتي بهذا الاتجاه ولكنهم يريدون الإطباق على سلوفيانسك وكذلك كراماتورسك من أجل السيطرة بشكل عال على دانيتسك وإنهاء هذه المعركة إلى الأبد هناك التقدم الذي تحدثنا عنه طبعا في باخموت بحسب معهد الحرب الدولي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة هنا التفاصيل التي تأتي في الأربعة وعشرين ساعة الماضية كما ترون هنا بهذا الاتجاه فهناك عددا من النقاط التي يجب أن ننتبه إليها القوات الروسية طبعا هذه هي التي تلاحظونها هنا القوات الأوكرانية تسيطر على هذه المنطقة هنا محطة كهربائية هي تتواجد بها بهذا الاتجاه وهنا مدينتين كما ترون أيضا تتواجد فيها القوات الأوكرانية بالقرب من هذه البحيرة القوات الروسية طبعا هي تقدمت في الفترة الماضية إلى كلينوف وسيطرت عليها وبعدها تقدمت أيضا وسيطرت على فيسيلي دولينا بهذا الاتجاه وأصبحت على مسافة ما يقارب 2.4 كيلومتر من أجل التقدم إلى باخموت كذلك هي تمتلك سيطرة لا بأس بها بهذا الاتجاه وبهذا الشكل على هذه المنطقة وهي تحاول من اقتحامها هي تحاول فعلا السيطرة على هذه المحطة الكهربائية التي ترونها هنا بهذا الاتجاه في هذه المنطقة ولكنها لم تتمكن حتى هذه اللحظة من السيطرة عليها ليس لأنها عاجزة ولكنها لأنها لا تريد أن تدمر هذه المحطة الكهربائية وبالتالي بحسب معهد دراسات الحرب القوات الروسية تحاول عملية الإطباق محاولة عملية الإغلاق على هذه المنطقة والسيطرة على هذه المدينة تحديدا التي ترونها وهي دولومينا بهذا الاتجاه من أجل السيطرة على هذه المنطقة وفعلا القوات الروسية بحسب معهد الحرب ومعهد دراسات الحرب تمكنت فعلا من الدخول إلى هذه المنطقة ليس واضحا إذا ما سيطرت بشكل رسمي ولكن الفكرة دعنا نغلق هذه المنطقة تماما وبالتالي القوات الأوكرانية كما اعتدنا خلال هذه المعركة ستنسحب من محطة الكهرباء وتحاول التحصن في المناطق التي ممكن أن تتحصن عليها أو فيها من أجل عملية الدفاع وبالتالي القوات الروسية في اللحظات القادمة وفي الساعات القادمة قد تكون لديها عملية أطباق كبيرة جدا في هذه المنطقة بكل تأكيد للبدء بحصار باخموت والسيطرة عليها وهنا يكمن التحدي الأخطر للولايات المتحدة الأمريكية والأسئلة تبقى كبيرة كم سيتحقق من نجاح بالنسبة للروس وهل سيستمر هذا الوضع الصعب الذي تمر به الولايات المتحدة الأمريكية أسئلة بالتأكيد قد تكون لأيام القادمة كفيلة في الإجابة عليه اشتركوا في القناة